عارف وشايف ولعيبة محميين ببعض من الجيوش اللي جان الالكترونية وان اي حد يقرب منهم لأ اقعد جيب سيليت مش عارف مين بتاع هل هي دي الكرة ولا الكرة زي الناس عالجنوب افريقيا لما بتعمل تعال اجيب لكم فرق المرتبات فين يا جباعة فرق المرتبات عشان اوريكم ان احنا بيتدأك علينا في مصر والكلام ده انا بقول لكم بقى لي فترة مش بقولوا عشان نتيجة ماتش وفي بعض الاعلامين للأسف نهاردة صحي وكده بعد الدور فقوا ان لا ده احنا عندنا مشكلة في الكرة في مصر لا عندنا مشكلة اهو رواد تبقى عارى عشرة العيوة في سانداونز الراجل زونجو بتاعهم ده بياخد 400 الف دولار عارفين ال 400 الف دولار دول بيدفع عليهم 50% درائم يعني بياخد صافي 200 الف دولار 200 الف دولار يعني كام؟ يعني 6 مليون جنيه النهاردة 60-70% من لعبت الدور المصري بياخده اكتر من الراجل ده مش لعبت الاهلي بس النهاردة اي عائد صغير بيلعب في الدور المصري بياخده 7-8 مليون جنيه كيف لي يا استاذ ياسر رواتب اعلى عشر لعبين في النادي الاهلي اشان بتعرف انت النهاردة بتتكلم على فرقتين فرقة مسكت فرقة قطعتها كورة قطعتها كورة اهو فيه مثل 65 الف دولار ده يعني اتا كده ده المعلم بتاعهم اللي هو يدفع 50% درائم يطلع له بمئة الف دولار مئة عشرين الف دولار دي قمة اللعيبة الحقيقية هروح لكم للاهلي بقى علي معلول مليون ومتنون وخمسين الف دولار الاول هناك ربعمية يعني التريبل تلات اضعاف بيرس يتاهم مليون ومتنون وخمسين الف دولار اللي هو اساسا الفلوس دي لا يمكن ابدا كان يحلم ان هو ياخدها في بلده معلش باحترامي كبير ولا علي معلول طبعا اعلى واحد بياخد في تونس بالكتير 500 الف دولار والعيب كبير اعلى راسي بس احنا ليه في مصر بندفع الارقام دي انا عايز افهم ايه الدواخل بتاعتنا من الكورة عشان نبقى بندفع الارقام دي 300 و140 مليون جنيه والمداخيل بتاعته 25 مليون او 30 مين العبقار اللي عمل لكم العقود دي مين عايز اعرف النهاردة شفتوا الفروق انا بقولها لكم طيب شغل بقى الكورة بقى الكورة تزعلوش مني انا لو كنت ناوي اعمل البرنامج ده عشان اطبطب على حد كنت طبطبت من زمان يعني ايه انا يعني الموضوع خلاص مفهوش طبطبة تب تتكلم على بطولات بتتاخد اه الزمالي كلقالي بياخدوا بطولات لازم طول مهمة بيلعبوا بياخدوا بطولات ما طبيعي اعمل مين هياخدوا بطولات يا جماعة انما النهاردة السيت اوب بتاع الكورة نفسه فين الناس دي بتاعت سانداؤنز سنة 2011 راحوا جابوا راجل دنماركي كان الهيد في سكاوت اهو فليمينج بيرج المدير الرياضي لسانداؤنز اه تم تعيينه في 2022 اشتغل من 2005 ل 2012 في الفريق بتاع السكاوتنج تيم بتاع افريقيا في تشيلسي ومع كده راح رايح ماسك رئيس قسم تطوير كورت القدم بالاتحاد الدنماركي سبع سنين وبع كده راح جايبوا عنده عمل لهم ستاب محترم راجل شغلته انه هو يطور الولاد الصغيرة جابوه وعينوهم دي الرياضي مفيش حاجة اسمها برا ان الرئيس النادي هو اللي بياخد القرارات لا في كل واحد يعمل شغلته ووصل المنتخب الدنماركي في فترة عمله الى التصنيف التاسع عالميا راح جايب خلي بالكو خلي بالكو سانداونس ده مين ده متسبي ناس شغالة في الاستثمار الرياضي صح سانداونس 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 شتعرفوا انا بقى ما بختار جايب لكم فرقة بقى ايه تقولوا ريال مدريد وفلامينجو بتاعنا جايب لكم فرقة من افريقيا متزعلوش الكلام ممكن بيوجع وقاسي بس لو ما نقولنا نهوش نبقى غير امنة نبقى غير امنة النهاردة نادي زي سانداونس في اخر عشر سنين من سنة 2012 عشر سنين حداشر سنة مغارر تلت مدربين من ضمن اخبار النادي الاهلي النهاردة ان بعثة النادي الاهلي بتغادر لجنوب افريقيا للاستعداد لمباراة سانداونس المباراة طبعا هتقام يوم السبت ان شاء الله الساعة تلاتة مساء المعدة بيبقى مزعج جدا للنادي الاهلي المعدة اصلا بيبقى فيه مشكلة بالنسبة للشمس بالنسبة للجو الحاجات دي كلها بتأثر على اداء فئرة النادي الاهلي المفروض ان النادي الاهلي على الاقل وبلا تقدير يخرج من المباراة دي بالتعدل ولو قدرنا نفوذ خير لكن لو ما قدرناش نفوذ لقدر الله يبقى ابسط شيء التعدل علشان يقدر يبقى عندنا امل لان احنا عندنا دلوقتي اربع نقاط بعد ما نتعادل هنبقى خمس نقاط وسانداونز هيبقى سبعة والهلال هيبقى تسعة هيجي بقى سانداونز يلعب مع الهلال فهيبقى هيلعب مباراة مصيرية ياما لو فاز هيبقى عشرة ياما لو اتعادل هيبقى تمانية تمام وبالنسبة للهلال لو فاز على سانداونز هيبقى اتناشر لو اتعادل هيبقى عشرة تمام ولو خسر هيفضل تسعة زي ما هو يعني معنى كده ان لو الهلال فاز على سانداونز يبقى الهلال في يبقى الهلال صعد خلاص ويبقى الامل ما بين سانداونز وما بين النادي الاهلي فاحنا النتيجة دلوقتي بادينا فاحنا ما نفرطش فيها علشان ما نرجعش يعني ما نرجعش بعدنا لوم بعد كده ما نرجعش نلوم نفسنا ونقول ليه ما عملناش كده اداء لازم يكون اداء كويس كولر يقدر يقرى المباراة كويس جدا ويكون نحضر لها كويس طبعا هيبقى فيه نوع من الاجهات لان احنا طبعا دسا مبارح لعبين مباراة مقاول العرب مباراة كانت مفتوحة شوية يدرنا ان احنا نسجل في الدقايق الاولى لهدفين برضو جي فينا هدف ما فيش اي مشكلة خالص بدأنا نقفل الخطوط بتاعتنا وخرجنا بالمباراة بالشكل اللي احنا عايزينه انتهى طبعا مباراة المقاولين العرب بتاعت مباراة بنتيجة اتنين واحد للنادي الاهلي كده النادي الاهلي بيتربع على صدارة الدوري بفارق خمس نقاط ما بينه وما بين الوصيف اللي هو نادي بيرومتز ولسه بيتبقالوا مبارايتين مؤجلتين بعد ما ان شاء الله بإذن الله يكسب المبارايتين هيبقى فرق 11 نقطة وبإذن الله نقدر بعدها نقول الدوري بقى في الجزيرة نرجع بقى مرة تانية لمباراة سانداونز المباراة مش هتكون سهلة سانداونز هيكون محضر لها بشكل مفاجئ وشكل كويس جدا على الأقل على الأقل وبدون تقدير لازم على الأقل تخرجه بالتعادل ولو فوز هيبقى كويس جدا يعني انتو لو فوزته بدل الأربعة هيبقى عندك سبعة هتتعادل مع سانداونز هتخلي سانداونز يأكل النجيلة في مباراة الهلال ومباراة القطن الكاميروني لكن لو سانداونز فاز عليه فاز عليه يبقى اضمن ان المباراة هتكون سهلة جدا ما بين سانداونز والهلال ونقدر نقول بنسبة كبيرة اللي صعد هو سانداونز والهلال انت طبعا القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون نقاط فده بعيد تماما عن الصعود بس أرجع وأقول برضو النادي الأهلي هو اللي عمل في نفسه كده اتقررت في السيناريو الموسم اللي فات واللي قبله لكن مش كل مرة تسلم الجر يعني مش معنى ان انت خلاص تتعثر اول مبارتين تقدر ترجع ربنا سيطارها معاك المبارتين اللي فات ورجعت لكن يعني بإذن الله انا حاول نبذل اقصى جهدنا علشان ما نحطش نفسنا في موقف اكتر من موقف مؤذق اكتر امبارح الترجي امبارح زمالك فاز على الترجي كانت مباراة كويسة جدا بنسبة النادي زمالك قدم مستوى رائع وبالذات ان هو يستحق النتيجة كده زمالك بإذن الله لو فاز مباراة تانية نقدر نقول الزمالك صعد نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الفرق المصرية سواء اهلي او زمالك يقدروا شرفوا نتمنى ان يكون النهائي مصري زي ما كان في 2020 نتمنى ان شرين في